أهلا وسهلا بكم في قناتكم مع أسرار نجوم وضوح حلقة اليوم هو مريم الدباغ وبعد ما تعديت مع لطف العبدالي في برنامج عبدالي شو تايم في البصاج متاحي حكيت واستفزت الناس للمرأة والراجل وحتى الكرونيكوز ومن بين هذي كل وجهتك لمقوي برشا لأمين جارا ونسألها لطف العبدالي على سبب خروجها من ليميسيوم بتاع أمين جارا اللي كانت تتعدى في قناة التاسعة قالت ليميسيوم بهي برشا وعملين فيها جو ومش على خاطر أمين جارا اللي على خاطر الكرونيكوز صحابي ونحبوا بعضنا برشا وكنا عاملين فيها جو قالت اللي هي توحشتهم برشا وثم برشا مزلنا لتوه على اتصال زيدا وينسألها لطف العبدالي على أمين جارا زعمه اللي خرجك وقتها من ليميسيوم قالت بالعكس أنا وقتها كنت نعمل اللي نحب وقت اللي نحب ونعمل للعكس اللي يتلبوه مني قالت حتى واني يقولولي مثلا ماش بوز أنا نمشي نعمل بوز قالت ياسر كنت صعيبة معهم ثم برشا منهم ما تقلقوا اللي هو أمين جارا وقال مش تولي تحكم فينا وتعمل اللي تحب ما ساعدوش قالت هما ما طلعونيش بالعكس غادروني كانوا يسألوني يديم على الحاجات خاصة أنا ما نحبش نحكي فيهم في بداية البرنامج ما كنتش نفهم اللي هو برنامج جا يمشي بالغادرة لكن بعد كيف همت وليت حتى أنا نغدر قالت ليس يوم تاعو نخدملو فيها كان أنا والبوز نعمل فيهم كان أنا واللي ديمات نعمل فيهم كان أنا بعد ما أنا خرجت يكون قاعد يتفرج فيه أمين جارا ما يحكى لي حتى حد وما يتفرج فيه حتى حد وليس يوم تاعو فياش لو ما عنده حتى قيمة هكا وجهة نقدها مريم الدباغ لأمين جارا أكيد أمين جارا لي زادة هو رد على مريم الدباغ نستنعو الرد متاعو انتو ما ما تنسوش باشتشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس بشوسيكم الفيديو القادم